اشتركوا في القناة داخلية الشيخ أحمد الحمود نتيجة لعدم اكتمال النصاب أرفع الجلسة ولن أؤجلها نصف ساعة لعدم إمكانية استكمال النصاب خلال هذه النصف ساعة وحتى لا أؤخر كل من حرص على الحضور وسأؤجل الجلسة إلى الأسبوع القادم وإذا ما كان هناك نصاب كما بيّنت في أكثر من مناسبة سأرفع الأمر لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسب شكراً وترفع الجلسة هكذا كان المشهد في جلسة مجلس الأمة اليوم التي تمت الدعوة لها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعودة مجلس الأمة 2009 وإبطال مجلس الأمة 2012 حيث لم تستغرق الجلسة التي حضرها بالإضافة إلى الإخرافي النائب سلوى الجسار ونواب كتلة العمل الوطني عبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وأسير العوضي سوى دقائق معدودة الحكومة من جانبها حضرت كلها معاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لكن خمسة وزراء فقط هم الذين دخلوا إلى قاعة عبدالله السالم فيما ظل سموه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبقية الوزراء في الاستراحة المخصصة لهم انتظارا لمعرفة مصير الجلسة التي حال عدم انعقادها دون أداء الحكومة القسمة أمام مجلس الأمة الخرافي أكد أن عدم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة لا يعيق عملها التنفيذي الذي يعتبر ساريا لقسمها أمام سمو الأمير وذلك بعد أن قام برفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل عقب تأبينه وتأبين الحكومة ممثلة بوزير التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رولادشتي للنائب الأسبق جاسم القطامي رحمه الله ما يتعلق بقسم الحكومة مرتبط بنشاطها داخل المجلس نشاطها التنفيذي لا يتعارض مع قسمها داخل المجلس لو كان في مجلس لابد من أن تقسم أمامه وإلا ما تستطيع أن تعمل داخل المجلس مدام أقسمت أمام سمو الأمير فالإجراءات الخاصة في قسمهم والإجراءات التنفيذية سارية كتلة العمل الوطني التي نالها هجوما كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي لكونها الكتلة السياسية الوحيدة الحاضرة لجلسة اليوم عدا عن النائب صالح الملة أوضحت أن حضورها الجلسة يهدف إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية والتزاما بموقفها الذي أعلنته في وقت سابق وحتى لا تثار أي شبهات دستورية خلال الفترة المقبلة هذا الحكم وفقا لنصوص الدستورية من المادة 162 حتى المادة 173 واجب التنفيذ وأيضا التزاما منه بالبيانة التي أصدرناه في 21 ستة الماضي والذي أوضحت فيه كتلة العمل الوطني تصورها للخروج من هذه الأزمة نحن نعيش في مرحلة سياسية دقيقة من جهتها شنت النائب سلوى الجسار هجوما على الحكومة لعدم دخول أعضائها بالكامل إلى القاعة متهمة إياها بالإعاز لبعض النواب بالغياب عن الجلسة والدفع نحو حل مجلس الأمة أسفني أن الحكومة أوعزت لبعض النواب بعدم حضور هذه الجلسة لفقدان نصابها وبالتالي يتبين أمانة بأن هناك أيضا استمرار لعدم وجود هذا المجلس مجلس 2009 يعني أنا أول مرة أرى أن حكومة تدفع بحل المجلس أو تعمل على الإسراع في حل المجلس رفض أغلب النواب على اختلاف توجهاتهم السياسية الحضور إلى مجلس الأمة 2009 يؤكد التوقعات بأن هذا المجلس قد انتهت صراحيته واقترب حله نهائيا حسب ما أجمع عليه العديد من النواب أنفسهم إلى جانب عدد كبير من المراقبين السياسيين الحضور الضئيل الذي شهدته قاعة عبدالله السالم في الجلسة الأولى التي كان يفترض بها استئناف مجلس الأمة 2009 بعد حكم المحكمة الدستورية يرجعهم مراقبون إلى الرفض الشعبي العالم لعودة هذا المجلس الذي أسماه الكثيرون بمجلس القبيضة والدعوات الشعبية الواسعة بضرورة حله في أسرع وقت من مجلس الأمة فهد الزامل قناة اليوم